العنوان الثامن الأخلاق والسلوك والعرفان الأخلاق علم والسلوك علم أيضا هو غير الأخلاق والعرفان علم السلوك يمكن أن نصطلح عليه العرفان العملي وربما يصطلح عليه الصوفيون الطريقة فعلم الطريقة إن كان علما هو هذا الذي يقال له علم السلوك وقد يصطلح عليه العرفانيون مصطلح العرفان العملي فهم يقسمون العرفان إلى نظري والعرفان النظري فلسفة العرفان نظريات العرفان أما العرفان العملي فهو الذي يقال له علم السلوك إذن عنواننا الثامن الأخلاق والسلوك والعرفان في داخل المنظومة الدينية تعتبر هذه العناوين هي أجلى وأعلى وأشرف مظاهر الدين والإيمان بينما هي في الحقيقة هي العناوين الغارقة تماما في قذارة الفكر الناصبي هكذا ضحك علينا ولا أخفيكم سرا فإنني كنت عرفانيا أيام شبابي كنت من المتمسكين جدا بالمنهج العرفاني ولخبرة واسعة واطلاع عريض وعريض جدا في العرفان والسلوك وتفاصيلهما إلا أنني اكتشفت الحقيقة بعد ذلك ومن أنني غاطس في قذارات أعداء العترة الطاهرة عرفت بعد ذلك أنني كنت مسخرة بتمام معنى الكلمة لأننا هكذا ربينا وهكذا علمنا منذ نعومة أطفارنا ونحن نعتقد أن العرفانيين يمثلون القدوة العالية في دائرة الدين والإيمان ومعرفة محمد وآل محمد تبين لي بعد ذلك من أنهم أجهل الناس بمعرفة محمد وأهل محمد وهذه الحقائق طرحتها في برامجي وتحدثت عنها بالتفصيل وبالوثائق وبالحقائق إذن هذا هذا هو عنواننا الأخلاق والسلوك والعرفان إنها العناوين الغارقة تماما في قذارة الفكر الناصبي هذه الموسوعة بكل أجزائها بأجزائها الخمسة من الجزء الأول إلى الجزء الخامس هذه الموسوعة موسوعة سنية ناصبية بامتياز إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة خمسمية وخمسة للهجرة هناك في السنة من يعترض على هذا الكتاب لكن علماءهم في الأعم الأغلب يمجدون بهذا الكتاب وهناك من يقول من أنه لو لم يبق عندنا من كتب الإسلام إلا هذا الكتاب لكفانا وهذا يكشف لنا عن مدى ناصبية هذا الكتاب إحياء علوم الدين موسوعة جمعت ما بين ما بين الأخلاق والسلوك والتصوف فهذه العناوين الثلاثة التي جاءت في عنواننا الثامن الأخلاق والسلوك والعرفان والعرفان هو التصوف الشيعي العرفان هو التصوف في الأوساط السنية ينتشر مصطلح التصوف وفي الأوساط الشيعية ينتشر مصطلح العرفان أيضا للتمويه وللتلبيس على الشيعة لماذا لأن الأئمة ذم التصوف كثيرا العترة الطاهرة ترفض التصوف وتذم التصوف وتلعن المتصوفين أحاديث العترة صريحة بهذا فماذا صنع صوفية الشيعة بدلوا العنوان فماذا صنع صوفية الشيعة بدلوا العنوان كي يضحكوا علي وعلى أمثالي كي يضعكون عليكم فحولوا عنوان التصوف إلى العرفان وإلا فإن مضمون العرفان الشيعي هو هو مضمون التصوف السني بل إن العرفان الشيعية إذا أخرجنا منه التصوف السني لا يبقى منه شيئ لا يبقى منه شيئ العرفان الشيعي متقوم بتمام وجوده وموجوديته بالتصوف السني من دون التصوف السني لا يوجد شيء عند الشيعة يقال له العرفان العرفان هو التصوف بالضبط كعملية الإجتهاد إنها هي هي التي عند علماء السنة وعند الشوافع بالتحديد وعند المعتزلة إذا أخرجنا من عملية الاجتهاد الشيعية ما له صلة بالشوافع وما له صلة بالمعتزلة لا يبقى شيء عند الشيعة يقال له اجتهاد والحال هو هو فيما يقال علوم القرآن إذا أردنا أن نخرج من مجموعة علوم القرآن ما هو في أصله مأخوذ من سنة لم يبقى شيئون عند الشيعة الشيعة عيال على السنة بتمام معنى هذه الكلمة علماء الشيعة لم ينتج لنا شيئا حقيقيا نحن حينما لم نكن مطلعين على ما أنتجه علماء السنة كنا نتوقع أن هذا الذي في كتب علماء الشيعة هو من إنتاجهم ولكن حينما اطلعنا على الأقل أتحدث عن نفسي حينما اطلعت على المكتبة السنية وبالتفصيل وجدت أن كل شيء في المكتبة الشيعية من نتاج علماء الشيعة لم يكن من نتاج أنفسهم وإنما أخذوه من علماء السنة هذا الأمر حقيقة حقيقة وقد أثبته في مئات من الساعات وبإمكاني أن أتحدث عنه لمئات ومئات ومئات من الساعات الأخرى لأن كتب علماء الشيعة لا يوجد فيها شيء إلا وأخذوه من السنة هذه هي الحقيقة من الآخر في جميع الاتجاهات وفي كل التخصصات أعود إلى هذا الكتاب إحياء علوم الدين للغزالي هناك من يقول الغزالي والحقيقة هو الغزالي وليس مهماً أكان الغزالي أم كان الغزالي إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي الذي يلقبه الشوافع بحجة الإسلام إنه حجة الإسلام على الإطلاق هذا المجلد الثالث من هذه الموسوعة إنها طبعة المكتبة التوفيقية القاهرة مصر أذهب بكم إلى الصفحة الثانية والسبعين بعد المئة وما بعدها لا أستطيع أن أقرأ كل شيء وإنما أقرأ بعض العبائر التي أثبتها الغزالي في كتابه هذا وتبناها وجعلها أساسا وهذا يدل بعد المقدمات التي مرت وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جائس وماذا نفعل بالقرآن الذي امتلأ بآيات اللعن ماذا نفعل به هذا يعني أن الله لا يعرف أحكام الدين فإنه يلعن أو أنه كالنبي الذي تحدثنا عنه عائشة يحدثنا عنه البخاري ومسلم من أن النبي محمدا كان يلعن المؤمنين ويسبهم ويجلدهم وهم لا يستحقون ذلك ولكنه بعد ذلك يطلب من الله أن يكون هذا الذي فعله بالمؤمنين أن يكون سبب قربة وسبب ثواب وأجر عظيم له وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جائز لماذا كل هذا الكلام ولماذا كل تلك الأحاديث التي افتريت على رسول الله من أنه يلعن المؤمنين لأنه فعلا لعن جمعا من الصحابة لعن الذين تخلفوا عن جيش أسامة وهم الذين شيدوا سقيفة بني ساعد لعنهم نواصب سقيفة بني ساعدة أنكروا هذه الأحاديث حذفوها من كتبهم ولكن ربما تبقى آثارها فكذبوا الأكاذيب على أن رسول الله كان يلعن المؤمنين وفي الوقت نفسه فإنهم ليسوا مستحقين لللعن ولذا فإن رسول الله إذا ما لعن مؤمنا لا يستحق اللعن هذا اللعن يكون ثوابا وأجرا وكرامة للمؤمن هذه هي المهزلة وهذه القذارة هي هي وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جائس وعلى الجملة ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلا فضلا عن غيره احتياط ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلا الآيات التي تلعن إبليس مثلا لا نقرأها نحذفها مثلما هناك دعوات من الحركة الصهيونية أن تحذف الآيات التي تذم اليهود من قرآن المسلمين هذه الدعوات موجودة ومنذ عقود فلا بأس أن نرفع أصواتنا وأن نطالب بحذف الآيات التي تلعن إبليس لأن أبا حامث الغزال يريد هذا ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلا فضلا عن غيره فإن قيل هنا 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 مربط الفرس بل مربط الخراء هنا 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 فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو أمر به قلنا هذا لم يثبت أصلا لم يثبت أن يزيد قد قتل الحسين أو أنه قد أمر بذلك قلنا هذا لم يثبت أصلا فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت فضلا عن اللعن أصلا لا يجوز أن نقول من أن يزيد قتل الحسين أما حرمة لعنه فهذا من باب الأولى فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت فضلا عن اللعنة لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة إلى كبيرة من الكبائر من الذنوب لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق نعم يجوز أن يقال قتل ابن ملجم عليا وقتل أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنهما فإن ذلك ثبت متواترا فلا يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق إلى أن يقول قال مسروق دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت ما فعل فلان لعنه الله قلت توفي قالت رحمه الله قلت وكيف هذا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بترى يعني دينا أبتر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وقال عليه السلام سلام أبتر على رسول الله يعني دينا أبتر وقال عليه السلام لا تسب الأموات فتؤذ به الأحياء وقال عليه السلام أيها الناس أيها الناس احفظوني في أصحابي وإخواني وأصهاري ولا تسبوهم أيها الناس إذا مات الميت فاذكروا منه خيرا فإن قيل فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله أو الآمر بقتله لعنه الله قلنا من دون تحديد اسم دققوا دققوا النظر معي فإن قيل فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله من دون تحديد القاتل أو الآمر بقتله لعنه الله قلنا الصواب أن يقال قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة فإذا مات بعد التوبة فلا يجوز أن العنى قاتل الحسين ماذا تفهمون من هذا أين المشكلة هل المشكلة في لعن إبليس هل المشكلة في لعن الفاسقين المشكلة المشكلة علي علي المشكلة ليست الحسين المشكلة علي علي هو المشكلة شمر لعنة الله عليه حين ذبح الحسين الحسين قال له ألا تعرفني قال أعرفك أنت الحسين ابن علي ابن أبي طالب أنت ابن فاطمة بنت محمد رسول الله أعرفك فقال له إذن لماذا تذبحني لماذا تقتلني قال إني أذبحك بغضا لأبيك علي بن أبي طالب المشكلة هنا المشكلة هنا المشكلة علي علي كل هذا الحديث ما رده إلى علي المشكلة علي 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 كل هذا الكلام فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله أو الآمر بقتله لعنه الله من دون أسماء قلنا الصواب أن يقال قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة أي احتياط هذا وأي تقدس هذا هذا كاحتياط أمامة النجف واوية هناك محتاطون في النجف وكربل واوية احتياطاتهم كهذه الاحتياطات نذهب إلى فاصل أقول للغزال فماذا نصنع بالقرآن هذه سورة البقرة إنها الآية التاسعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة وما بعدها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب بحسب أحاديث العترة الآية تتحدث عن فضائل علي عن مناقب علي عن مقامات علي عن بيعة غدير علي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى لا يوجد في تاريخ المسلمين من كتم الآيات التي تتحدث عن وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة وإنما كتموا الآيات التي تتحدث عن علي ومقاماته هذا هو الذي جرى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اللاعنون هنا محمد وآل محمد الذين تكون لعنتهم مساوية للعنة الله وإلا ما قيمة لعنة وما قيمة لعنتكم لأي كائن من الكائنات ما قيمتها وفي الأحاديث عندنا من أن اللعنة إذا صدرت مني أو منكم بحق أحد لا يستحقها فإنها تدور تدور وتعود إلى الذي أطلقها إذا لعنت أحدا لا يستحق اللعن فإن اللعنة لا تجد محلا كي تستقر فيه تعود إلى صاحبها فلعنة ولعنتكم لا قيمة لها وربما تعود علينا اللعنة القاصمة هي لعنة الله ولعنة اللاعنين الذين لعنهم كلعن الله وهم محمد وآل محمد اللاعنون هنا محمد وآل محمد هذا تأويلهم لقرآنهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وبينوا فضائل علي وآل علي فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا كفروا ببيعة الغدير وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الآيات بحاجة إلى تفسير لكن المقام لا يسع للتفصيل فيها في الثالثة والتسعين بعد البسملة من سورة النساء ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة أين أضع هراء وخراء الغزال مع هذه الآيات ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة الذي قتل الحسين قتله خطآ أم أنه قتله متعمدا فلماذا يقول الغزال بأنه لا يجوز لنا أن نقول لعن الله قاتل الحسين إلا بشرط أن يكون قد مات قبل أن يتوب الآية تتحدث عن عامة المؤمنين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم في الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة وما بعدها بعد البسملة من سورة النساء إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا بحسب ما يريد الغزال فإنه يطلب منا أن لا نقترب من لعن إبليس لأنه لا خطر ولا ضرر في ترك لعنه لعنة الله على دين كهذا الدين إنه دين يخالف القرآن جملة وتفصيل في سورة التوبة في الآية السابعة والستين وما بعدها المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم هذه أمثلة من آيات اللعن في الكتاب الكريم الكتاب مشحون بآيات اللعن ولمختلف الأصناف من إبليس إلى المنافقين إلى الكافرين إلى الذين كتموا فضائل علي وآل علي إلى 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 ما جاء في سورة الحجر في الآية الرابعة والثلاثين وما بعدها ما بعد البسملة الله يقول لإبليس قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين هذا الكلام القوي الصريح كيف نقول عنه من أنه لا خطر في ترك هذا اللعن وهذه أخلاق الله وديننا أمرنا أن نتخلق بأخلاق الله هذه هي أخلاق الله قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين مثلما الخوف عند الإنسان الخوف مما هو مخيف الخوف عند الإنسان وسيلة تأمين لحياته وإلا كيف يتجنب الأشياء الخطرة كذلك لعنة إبليس تشكل لنا مناعة من أن نقترب من دائرته وحينما نلعنه يكف عنا يتنفر منا والأمر هو هو مع أوليائه وتابعيه إنها الآية الثالثة والعشرون بعد البسملة من سورة النور إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ولم تقل ولم تقل الآية إذا لم يكونوا قد تابوا فإن اللعنة تكون نازلة عليهم مثلما يتحدث هذا الناصبي الكبير أشير إلى الغزال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم في سورة الأحزاب إنها الآية السابعة والخمسون بعد البسملة إن الذين يؤذون الله ورسوله والنبي يقول عن فاطمة صلوات الله عليها الرواية في صحيح مسلم من أن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينة في الدنيا والآخرة لم تقل الآيات من أننا يجب علينا أن ننتظر توبته إن الذين يؤذون الله ورسوله المصداق الأوضح إذاء فاطمة الذين آذوا فاطمة بحسب الآية لعنهم لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا في سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة وما بعدها فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى سورة الفتح وإلى الآية السادسة بعد البسملة ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وغضب الله عليهم ولعنهم هذا لعن في الدنيا مستديم ولعن في الآخرة دائب مخلت آيات اللعن كثيرة في القرآن وهذه نماذج منها فماذا نصنع بالقرآن هذا وهو مشحون بآيات اللعن وإن اللعن في القرآن أصناف وأنواع ودرجات ومراتب والذين لعنوا في القرآن كذلك فماذا نصنع بهذا القرآن وأي منطق هذا منطق الغزال في كتابه هذا الذي هو إماتة للدين إماتة لعلم الدين عنوانه إحياء علوم الدين هذا المنطق منطق إماتة علوم الدين هذا منطق التحريف والتزييف وتضيع الحقائق هل تريدون قاعدة معلومات تكون أفضل من القرآن نعرض عليها معلوماتنا ونعرض عليها ديننا ونعرض عليها عقائدنا ونحتكم إليها ونجعلها ميزانا فيما بيننا وبين جميع الخلق هذا هو قرآن محمد وآل محمد نذهب إلى فاصل الفيض الكاشاني من علماء الشيعة الطوسيين عالم شهير معروف حدثتكم عنه حينما كنت أحدثكم عن التفسير الصافي وكيف أنه الفيض الكاشاني كان يعترض وبشدة على تفاسير علماء الشيعة من أنهم أخذوها عن النواصب ولذا فإنه ألف هذا التفسير يشير إلى تفسيره الصافي بمنهجية بعيدة عن النواصب وإنما أسماه بالصافي فهو التفسير الصافي من كدورات وخذارات النواصب مر هذا الكلام علينا هو 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 الفيض الكاشاني الذي قلت لكم عنه بأنه كان صوفيا في بادئ أمره كان صوفيا وهو صهر إمام الصوفية الشيعة صهر صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار هذه الموسوعة للفيض الكاشاني تتألف من ثمانية أجزاء في أربعة مجلدات المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء وأيضاً تعرف المحجة البيضاء في إحياء الإحياء لكن هذا العنوان المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء أخذ من ألفاظ مقدمة الكتاب أما أما العنوان الثاني فهو مشهور على ألسنة علماء الشيعة المحجة البيضاء في إحياء الإحياء المطبوع هنا المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء للفيض الكاشاني المتوفى سنة ألف واحد وتسعين للهجرة الغزال متى توفي خمسمية وخمسة للهجرة الفيض الكاشاني توفي ألف واحد وتسعين للهجرة هذه الموسوعة التي عنوانها المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء هي أكبر موسوعة أخلاقية وسلوكية في علم الأخلاق وفي علم السلوك في المكتبة الشيعية كل الذين يدرسون الأخلاق علم الأخلاق أو الذين يدرسون علم السلوك لا بد أن يعودوا إلى هذه الموسوعة لا بد أن يعودوا إلى هذا الكتاب كتب علماء الشيعة في علم الأخلاق ما هي بكثيرة هناك جامع السعادات مثلا هناك آداب النفس جامع السعادات للنراقي وآداب النفس للعيناث وهناك أوصاف الأشراف لنصير الدين الطوسي هذا مختصر في علم الأخلاق وهناك المصدر الأكبر المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء للفيض الكاشاني وكتب أخرى كمجموعة والرام وكذلك تلحق تلحق بها كتب جواد ملكي تبريز أسرار الصلاة المراقبات إلى مجموعة من العناوين التي يمكن أن تلحق بكتب الأخلاق وعلم السلوك أعود إلى المحجة البيضاء التي هي أكبر كتاب في المطالب الأخلاقية والسلوكية في المكتبة الشيعية هذا الكتاب هو المصدر الأم وكثيرون يتعاملون مع هذا الكتاب ويقرؤون فيه وهم لا يعلمون أن الكتاب هذا هو هذا هو هو بنفسه لكن الفيض الكاشاني غير بعض المطالب فيه كهذا المطلب الذي قرأته عليكم غيره الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء سؤال يوجه إلى الفيض الكاشاني ما هي الضرورة التي دفعتك إلى أن تأخذ كتاب الضلال هذا كي تغير فيه بعض الأمور مثل ما عنونه المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء هذب بعض الأمور الفيض الكاشاني صوفي معبأ بالفكر الصوفي من رأسه إلى قدمه وهذا الكتاب مشحون بالفكر الصوفي نقل لنا كل الضلال في هذا الكتاب الشيعة لا يتعاملون مع كتاب الغزال ولا يأخذون منه ولكن الفيض الكاشاني قام بعملية خداع لا أريد أن أبحث في حسن نيته أو في سوء نيته ما الذي يفيدنا وما الذي ينفعنا إذا بحثنا في هذه النقطة ثم من أين لنا أن نعلم الحقيقة فيما يدور في نيته وإن كنت أحمله على حسن النية لأنني أحسن الظن فيه إلا أن الرجل مسلوب التوفيق لا بصيرة عنده لماذا يا أيها الكاشاني فعلت هذا يقول الفيض الكاشاني من أن الغزال رجل عظيم وقد قضى عمره ناصبيا لكنه في آخر أيام حياته صار شيعيا رجع إلى الهدى إذا ثبت هذا ولكنني أنقل كلامه الغزال عظيم وقد ضح حياته ناصبيا وفي آخر أيام حياته صار شيعيا فيقول الفيض الكاشاني من أن كتابه إحياء علوم الدين كتاب عظيم أيضا لكن فيه الكثير والكثير من الفكر الناصبي فلذا قام بتهذيبه ولكن صدقوني ما فعل شيئا ما الضرورة إلى كل هذا لماذا لا تذهب إلى الصحيفة السجادية وتستخرج منها علم الأخلاق والسلوك لماذا لا تذهب إلى نهج البلاغة وتستخرج عظائم حقائق علم الأخلاق من نهج البلاغة الشريف لماذا لا تذهب إلى الكاف الشريف وتحديدا إلى الجزء الثاني من الكاف الشريف إلى جواهر علم الأخلاق هناك لماذا ركضت إلى الغزال الناصبي حتى لو صار شيعيا فإذا صار شيعيا هذا يعني أن كتبه الناصبية ستكون كتب هداية لمجرد أن تغير فيها بعض المطالب ما هذا الهراء والله هكذا ضللونا كتب الأخلاق والسلوك والعرفان في المكتبة الشيعية كتب ناصبية قذرة نجسة بامتياز وبامتياز وبامتياز وهذا مثال بين أيديكم إنني لا أحدثكم عن خيال ولا أفتري على أحد كتاب الغزال إحياء علوم الدين موجود في المكتبات وموجود على الشبكة العنكبوتية وكتاب الكاشاني المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء موجود في المكتبات وموجود على الشبكة العنكبوتية بإمكانكم أن تدخلوا وأن تبحثوا وأن تطالعوا وأن تتأكدوا من هذا الذي أحدثكم عنه سأقرأ عليكم مما جاء في مقدمة الجزء الأول من المحجة البيضاء هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان 2009 ميلادي الطبعة الأولى في الصفحة الحادية والثلاثين هذه مقدمة الفيض الكاشاني بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى أولا حمدا كثيرا دائما متوالية وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامد وأصلي وأصلي على رسوله وأوصياء رسوله ثانيا صلاة تستغرق مع سيد المرسلين وعترته المعصومين سائر النبي وأستخيره سبحانه ثالثا في من بعث له عزمي من تحرير كتاب في تهذيب في تهذيب في تهذيب إحياء علوم الدين من تصانيف أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سرة فإنه وإن اشتهر في الأقطار اشتهار الشمس في رائعة النهار يتحدث عن الكتاب عن إحياء علوم الدين فإنه وإن اشتهر في الأقطار اشتهار الشمس في رائعة النهار واجتمل من العلوم الدينية المهمة النافعة في الآخرة على ما يمكن التوصل به إلى الفوز بالدرجات الفاخرة مع حسن البيان والتحرير وجودة الترتيب والتقرير إلا أن أبا حامد لما كان حين تصنيفه عمي المذهب ولم يتشيع بعد وإنما رزقه الله هذه السعادة في أواقر عمره كما أظهره في كتابه المسمى بسر العالمين علماء السنة ينكرون أن الكتاب هذا للغزال ولكن علماء الشيعة يقولون من أن الكتاب هذا للغزال وهو دليل على تشيعه في آخر عمره حتى لو كان هذا صحيحاً فلماذا نذهب إلى كتب ضلاله كي نأتي بها لتضليل الشيعة وللتغرير بهم لماذا لا نأخذ أحاديث العترة لماذا لا نتعلم كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف وحق الزهراء لو كان هناك من متسع من الوقت لأخرجت لكم لأخرجت لكم من نهج البلاغة حقائق علم الأخلاق وحقائق علم السلوك التي لا مثيل لها في كل كتب العالم لا في كتب المتقدمين ولا في كتب المتأخرين ولا في كتب التربية المعاصرة وفقاً للعلوم المعاصرة وإنما رزقه الله هذه السعادة يعني التشيع في أواخر عمره كما أظهره في كتابه المسمى بسر العالمين وشهد به ابن الجوزي الحنبلي شهد به شهد بهذا الأمر بهذا الموضوع الذي يتحدث عنه الفيض الكاشاني ما يرتبط بكتابه وتشيعه كان قد فاته فات من فات الغزال حينما كان ناصبياً كان قد فاته بيان ركن عظيم من الإيمان وهو معرفة الأئمة المعصومين الذين جاءت الوصية بالتمسك بهم وبالقرآن من سيد الإنس والجان صلوات الله عليه وعليهم وكان كثير من مطالبه من مطالب هذا الكتاب إحياء علوم الدين وكان كثير من مطالبه خصوصاً ما في فن العبادات منها مبتنياً على أصول عامية فاسدة عامية ناصبية على أصول عامية فاسدة ومبتدعات لأهل الأهواء كاسدة إلى آخر ما ذكره من كلامه في الصفحة الثانية والثلاثين فرأيت أن أهذبه تهذيباً يزيل عنه ما فيه من الوصمة والعيب من جملة الوصمة والعيب أشار أيضاً الفيض الكاشاني وكان فيه في هذا الكتاب في كتاب الغزالي من الحكايات العجيبة والقصص الغريبة المروية عن الصوفية ما لا يتلقاه أكثر العقلاء بالقبول لبعدها عن ظواهر العقول مع قلة فائدتها ونزارة عائدتها إلا أن الفيض الكاشاني يقبلها هو هكذا يقول هو لم ينكرها وإنما يقول من أن الناس لا يقبلونها تبهوا إلى كلامه وكان فيه في هذا الكتاب من الحكايات العجيبة والقصص الغريبة المروية عن الصوفية الفيض الكاشاني نفسه كان صوفياً وكان يحكي مثل هذه الحكايات في كتبه الصوفية فعند الفيض الكاشاني كتب صوفية عديدة وكان فيه في كتاب الغزال من الحكايات العجيبة والقصص الغريبة المروية عن الصوفية ما لا يتلقاه أكثر العقلاء بالقبول لبعدها عن ظواهر العقول مع قلة فائدتها ونزارة عائدتها إلى غير ذلك من الأمور التي كان يشمئز عنها قلوب أهل الحق من الفرقة الناجية الإمامية وينبو بسببها عن مطالعته عن مطالعة هذا الكتاب والانتفاع به طباع أكثرهم الشيعة لا يحبون هذا الكتاب فلابد من تزييفه وتبديل بعض الأمور فيه حتى يصبح مصدرا للشيعة في علم الأخلاق والسلوك لماذا يا أيها الكاشاني تترك أحاديث العترة وتترك خطب أمير المؤمنين وتترك منظومة الأدعية الهائلة دعاء الحسيني في يوم عرفة مصدر عظيم من مصادر علم الأخلاق ويمكننا أن نؤسس نظرية واسعة جدا في علم الأخلاق بالاعتماد على دعاء الحسيني في يوم عرفة فقط ولا نحتاج إلى شيء آخر قطعا إذا كنا عارفين بمضامين أدعيتهم وكنا مدركين لحقائق كلماتهم هذا هو الذي يجري في واقع المكتبة الشيعية وماذا فعل بعد ذلك الفيض الكاشاني سأقول لكم ولكن بعد الفاصل بعد أن قام الكاشاني بتحويل كتاب الغزالي إحياء علوم الدين إلى كتاب آخر مع المحافظة على كل ما فيه إلا في المواطن الصارخة إلا في المواطن التي لو اطلع عليها شيعي لا رفضها فلابد من تغييرها وإصلاحها وتبديلها لم يكتفي بهذا المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء موسوعة كتاب كبير فقام بعملية اختصار لهذا الكتاب أيضا في جزء واحد الحقائق في محاسن الأخلاق هذا الكتاب ولابد أن تعرف من أن المجلد الذي بين يديه يشتمل على كتابين فكتاب الحقائق نصف هذا الكتاب هذا المجلد يشتمل على كتابين يشتمل على كتاب الحقائق ويشتمل على كتاب قرة العيون إلا أنني أتحدث عن كتاب الحقائق كتاب الحقائق يستمر من بداية هذا الكتاب إلى صفحة أربعمية واثنين وستين هذا المقدار هو كتاب الحقائق ما تبقى في المجلد كتاب قرة العيون أيضا للفيض الكاشاني الحقائق الحقائق في محاسن الأخلاق اختصار لإحياء علوم الدين وإن كان معروفا في الوسط الشيعي من أنه اختصار للمحجة البيضة هناك طبعة له كتب على غلافها مختصر المحجة البيضة هنا أيضا كتبوا في جانب الكتاب في جانب الكتاب مختصر المحجة البيضة ولكن في واجهة الكتاب كتبوا العنوان الحقائق في محاسن الأخلاق ماذا يقول في المقدمة هذه الطبعة الطبعة الأولى الفين وثمانية ميلادي مؤسسة دار المجتبة قم المقدسة في مقدمة الفيض الكاشاني ماذا يقول عن كتابه الحقائق أذكر بعون الله تعالى في هذا الكتاب من أسرار الدين ما يرتقي به من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إلى معارج اليقين وإنما أخذته أخذت هذا الكتاب من أين ما هي مصادره وإنما أخذته من كتاب الله تعالى وسنة سيد المرسلين وأحاديث الأئمة المعصومين هذا التمييز فيه خلل لماذا نميز بين سنة النبي وأحاديث الأئمة هذا رفض لحديث الثقلين وصية النبي أن نأخذ من الكتاب ومن العترة والعترة هي هي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله لكن الرجل مشبع بالفكر الناصبي هذا منطق مختل على أي حال وإنما أخذته من كتاب الله تعالى وسنة سيد المرسلين وأحاديث الأئمة المعصومين وأضفت إليه ما وجدت في كتب علماء الدين ولا سيما ولا سيما كتاب كتاب أي كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي مما يصلح لأن يكون بياناً لمبانيه وتفسيراً لمعانيه بتقرير أتقن ومزيد متقن مؤثراً للفرائد مخلياً سبيل الزوائد وسميته بالحقائق ورتبته على ستة مقالات إلى آخر كلامه ذهبنا ذهبنا ورجعنا رجعنا إلى أبي حامد الغزالي من أقولكم أكدود متقبلون أكدود هذه السالفة أنا أسؤلفها دائماً لأنها تنطبق على الواقع الشيعي وتنطبق على واقعي المراجع الطوسيين نكتة قد تكون حقيقة وقد لا تكون يقولون أكو طبيب في العراق كل ما يراجع مريض ويسأل المريض شنو بيك فيقول لها مثلاً راسي يوجعني بطني توجعني ظهري يوجعني يقول لها بيك دودة ويكتب له دوما لدود وأي واحد يجي يسأل شنو بيك فيقول لها بيك كذا كذا آلامي أو جاعي قال لها عندك دودة ويكتب له دوما لدود في يوم من الأيام جابوا له فدولت فتى من الفتيان جابوا له فدولت إيده مكسورة قال له مش بيه هذا قال له له دكتور هذا إيده مكسورة قال إيه هذا عنده دودة وبدأ يكتب له الدوما للدود قال له له دكتور حس ممكن من واحد يقول لك راسي يوجعني يجوز عنده دودة يجوز وهذا الوجع بسبب الدود واحد يقول لك بطني يوجعني صدري يوجعني ظهري يوجعني يجوز ممكن يجوز عنده دود بس هذا إيده مكسورة شنو علاقة الدود بالإيد المكسورة الطبيب خلى القلم على الطاولة والتفت على هذا الولد قال له بويا أنت شلول انكسرت إيدك قال له دكتور اصعدت عن نخلة وقعت وانكسرت إيدي قال له أنت عمي فلاح قال له لا قال له زين أحد مشغلك تصعد عن نخلة قال له لا قال له أبوك قالك أصعد قال له لا قال له زين أنت تعرف تصعد عن نخلة عندك الوسائل اللي يستعملونها بالصعود عن نخلة قال له لا قال له زين مهسل وقت شته وماكو تمر بالنخلة أكو تمر كان بيها قال له لا قال له ليش صعدت للنخلة قال له صعدت قال مو قلت لكم عنده دودة لو ما عنده دودة شي سهو صاعد عن نخلة لا هو فلاح لا أبو قايل له لا حد مشغله تمر هم ماكو بالنخل شتاس مو صيف شنو اللي صعد عن نخلة وهو ما يعرف أساسا يصعد عن نخلة عنده دودة هذا اللي ويا قال له والله صحيح دكتور حالشيك صحيح ذول عندهم دود تلاحظون أن الحلقات المتقدمة ذكرت فيها ما ذكرت من الأمثلة والشواهد من تأريخ الحوزة الشيعية ولكبار مراجعها يركضون يركضون عن نواسط يركضون عن نواسط عمي أكو دودة بيش أحلف لكم أكو دودة هذه القضية قضية دودة ما إلى تفسير انطونا تفسير آخر ياريت هذا الدكتور موجود والروح الراجعة وانسأله نقول له ذول مراجع الشيعة اشبيهم حتما راح يكتبينهم دوا ما لدودة سبلك يطيبون بلك يطيبون هل يقف الأمر عند هذا الحد أبدا الحكاية طويلة وقت الحلقة انتهى الموضوع الثاني موضوع طويل لا أريد أن أتناول شطرا منه سأتركه لحلقة يوم غاد الموضوع الثاني يتعلق بابن عربي هذه الموسوعة هي الفتوحات المكية هذا الكتاب قرآن عرفاء الشيعة عرفاء الشيعة لا يقرؤون القرآن ولا يفقونه وحتى إذا ما قرؤوه وفسروه وألفوا التفاسير فإنهم يتحدثون عن شيء آخر مر علينا تفسير الميزان مؤلفه من أئمة العرفان في عصرنا الطباطبائي كان من أئمة العرفان ومن أساتذة العرفان كيف فسر القرآن في تفسيره الميزان فسره بتفسير ناقض لبيعة الغدير بدرجة مئة بالمئة ومر الكلام علينا بخصوص هذا التفسير الفتوحات المكية قرآن العرفانيين أتحدث عن عرفاني الشيعة وهو كتاب ناصبي 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 حتى ينقطع النفس وحتى بعد انقطاع النفس كتاب ناصبي لا أريد أن أقول بامتياز لأن الكلمة ستكون قليلة بحقه نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا في عنواننا الثامن الأخلاق والسلوك والعرفان إنها العناوين الغارقة تماما في قذارات الفكر الناصبي وأعتقد أنني حدثتكم عن أمهاتي الكتب في الثقافة الناصبية في هذا الموطن حدثتكم عن إحياء علوم الدين وسأحدثكم غدا بالتفصيل حدثتكم الآن بالإجمال وغدا سأحدثكم بالتفصيل عن الفتوحات المكية هل يوجد في المكتبة السنية في هذا المجال كتب هي أشهر وأعرف من هذه الكتب إنني آتيكم باللبن من ضرع أمه فاعرفوا قيمة هذا التحقيق واعرفوا قيمة هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر